ويخشى الإنسان على نفسه من الفتنة وجب عليه أن يتزوج وجب يقول للزواج واجب ما شيء سنة كما الصلاة والزكاة والصوم والحج هكذا تسمع من استطاع منكم الباءة فليتزوج فعل أمر وفعل الأمر واشنه هو طلب الفعل للوجوب العلماء قالوا الزواج وسنة في حق شكون قال لك الذي لا يخشى على نفسه الفتنة لي ما يخافش على روح الفتنة عايش في مجتمع النس قع صالحين النس قع يخافوا ربي أنسى مصطورات ما كانش فتنة قالوا في حقه سنة ولكن إذا كان الإنسان يخشى على نفسه الفتنة قولوا لي الآن في وقتنا قولوا لي كونوا صادقين وقولوا كاين واحدك لا يخشى على نفسه الفتنة كاين يا وعجائزة من يبسوا الفيزو عجوزة ما بقى غير الماء يحمى ما بقى غير الماء يحمى ونبس الفيزو والحمى والغصيزنك والتفاتين حسبنا الله ونعم الوكيد حسبنا الله ونعم الوكيد يعني راهي كوارث كوارث ما كاش واحد الآن يا زمي يقول أنا لا أخشى الفتنة لا هلا ما كاش هذه راك تكدم راك تكدم يمشي في الشارع غير لي تقول الشبس طلي ولا انطل يروح للجامعة غير لي تقول الشبس طلي ولا انطل يروح للتلفازة غير لي تقول الشبس طلي ولا انطل يدخل الشركة داري له سوس وميمي واحدة عن يمين واخر عن يصار ومقابلة وكيكي وكيكيك عرف داري ريحة يعني كلي كريموجان تعليه كسك بلو ارحم تعليه كسك بلو ارحم وين هو هذا انسان لا يخشى على نفسه الفتنان راه الخطفة راح الراجل هنا في العاصمة هذا هو حكاها لي راح يخطب وحده سقسة واحد في الحومة راجل كبير يبان محترم يا اخويا وش رأيك في فلانا شدوا من يده قالوا وشنو اخطيك منها فيها وفيها غير يجبد طلعوا قال يكا كرني الطابق الخامس دخلوا لدارو بداي عياد فلانا 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 جاب له ابناته ستة يا محين ها مليك هذو ابنات صالحات هذي طعف هذي هذي كدوم هذي شبه هذي قال لي احصلت ياه احصل قالوا لي نجبت فيه دي نقول له اعطيني وقت نخمم اعطيني وقت نحن نسخسيه بابا ياه وشده لو كان صابل تم يزوجه حسبونا الله وان يعمل وكير حسبونا الله وان يعمل وكير ما لنتا يواجب عليك ان تتزوج خلاص من استطاع منكم الباءة فليتزوج فعله امر وباش نفهم هالك مليح هذو انتو ما قاعل يراكوا قادرين تزوجوه وما راكوش مزوجين السبع وش احنا نقول لك من اللحظة من اللحظة اللي كنت قادر تزوج وما تزوج الكون ترتع الاتبا ويتسجل ربي ما يسجلكش هذيك الايام اللي كنت عاجز كنت عاجز ما عندك سكنة ما عندك خدمة يعني ما كاش راكا 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 ماكا راكا مستور ولكن وقتا يبدأ العداد يخدم اللحظة اللي عندك تخنة تخنة ويتحط المرة وعندك خدمة ورزق حلال وراك ناسي اكناسي الموضوع السنة ما زال غدوة ما زال ما صابت السنة غدوة ونبعد نفكر هاو جا صيف هاو جا صيف حتى تصيب راسك ولا بيض ولي تشايف احدى ودبى ظهرك تسقطت اسنانهك كيتولي بالعصال تمكولوا مرحو شوفوا لي باش نطبق السنة من استطاع منكم الباءة فليتزوج سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه وهو على فراش المرض والموت قالوا معقدولي قالوا له يا امام اخلا مريدك على فراش الموت قالوا معقدولي انني اخشى ان القى الله اعزبا اني خايف لاقي ربي عازب هو ماشي مسحقي يتزوجه بارك باش يموت معا ربي يقولوا يا ربي اني طبقت السنة ما اني استطاع منكم الباءة فليتزوج الواجب عليك ان تتزوج خلاص غير تسمع هذه الحلقة روح يمك خالتك عمتك جارتك قلهم خطبولي ازب سائل يقول هل يجوز قطع الشعر البارز من الانف نعم قال علماؤنا اذا كان كثيفا مؤذيا او خارجا عن اصله جازا وربما يستحب ذلك اذا كان خارجا عن اصله وكان كثيفا يأذيك يجوز قطعه ولا شيء في هذا